السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم إني أعوذ بك من كسرة النفس ومن سواد القلب ومن يوم لا حياة فيه وابتسامة لا روح فيها وأعوذ بك من روح مجروحة لا شفاء لها ومن أحلام ميتة لا حياة فيها وأعوذ بك من نوم بلا راحة واستيقاظ بلا هدف وأعوذ بك من ذلة السؤال وتقلب الأحوال ومن وفاة الروح قبل وفاة الجسد طبعا جواب سريع للأحباب اللي بسألوني عن الأدعي الشورت أو الأدعي اللي في مقدمة الحلقات اللي أنا بنزلها كل يوم إنه منقدر نستخدمها منقدر هدا يا عمي هاي لوجه هاي سبيل خدوها استخدموها غيروا الصور غيروا الفيلم اللي بتكو إياه يعملوا بتكوش تكتبوا اسمي ما تكتبوهوش عادي جدا ما عندي أي مشكلة اللي بدو يستخدمها يستخدمها وإذا بدو إياها لحالها مثلا بدوش يقتصها من المقدمة موجودة شورت بدوش يخذها شورت بعرفش يخذها شورت يبعثلي على الواتساب يقول لي أنا بدي إياها أنا ببعث له إياها ما في عندي أي مشكلة لهذا الموضوع بالعكس أنا هذا شيء بيسعدني أكثر إنه الناس يعني تنشر الدعاء أنا بكسب أجر وأنتو بتكسبوا أجر أيضا اليوم توقعتنا على يوم السبت ثمانية نيسان إبريل طبعا القمر اليوم موجود في برج العقرب هو الآن موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الجمعة موجود في منزلة الإكليل وهي للربح والحماية والثبات والسلام والصداقة والاستمرار الجيد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية ساعة تسع وخمسة عشر دقيقة من مساء اليوم الجمعة لا ينتقل القمر ويظل أغلب اليوم في منزلة القلب وهي قلب العقرب وهي منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة ثمانية وخمسة وثلاثين دقيقة من مساء اليوم السبت لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الشولة وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخرب والتسليط طبعا القمر زي ما حكينا هو موجود في برج العقرب معناته هاي الفترة منكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحب بشدة يا منكره بشدة منشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطأة ضغط عاطفي محبط بوسنا شراء بوليس التأمين أو عقد تأمين أو تجديد تأمين أو مراجعة شركات التأمين وقراءة رواية بوليسية مثيرة ومشاهدة في المغامرات واتخاذ قرار حاسم وشراء بيت بالنسبة للزوايا طبعا اليوم في عنا زاوية جديدة ظهرت على الساحة رح تعمل نوع من أنواع التقلب بالأحداث هاي الزاوية زاوية تتليث إيجابية بين الزهرة وبين بلوتو بدأ تأثيرها اليوم ثمانية أربعة ورح يستمر تأثيرها لغاية يوم أربعة عشر أربعة ذروتها يوم أربعة ساعة عشر واربعتاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج هاي الزاوية بتخلق جو عام من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابا والعاطفية طبعا بحيث إنها بتدعم وبتتعزز أكثر فأكثر وبتجلبنا سعادة عاطفية كبيرة وبتدخل الإنفعال في العلاقات الجنسية وبتدل على وقوع تطورات وتحولات إيجابية في الإنتاج الفني والموسيقي والإنتاج الفني اللي ممكن يحقق نجاح في هاي الفترة من اللي بيجيب أساليب جديدة مخالفة للأساليب المتداولة وبتظهر على الساحة الفنية وجوه جديدة أو يتجدد أسلوب بعض الفنانين المعروفين وبغير إيقاعاتهم وطريقة إلقاءهم وهذا بحبب الجماهير أكثر فأكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي مناقضة للأولى تماما نقيضها يعني هي زاوية التربيع السلبي اللي بين الزهرة وبين زحل وهي والنتاثراتها من يوم سبعة أربعة لأيوم واحد وعشرين أربعة يعني مدة التاثير تبعها أطول شوي طبعا هي الذروة زي ما حكينا من 12 أربعة لغاية 17 أربعة ولكن العمق الزاوية اللي هي تشكلها الكامل بيكون يوم 14 أربعة هاي الزاوية سبب انقطاع العلاقات العاطفية الضعيفة إلى غير رجعة وبتزيد من غيرتنا وحبنا للتملك من الاكتئاب نزاعات مع محيطنا وبتدل على تراجع في المنتوج الفلاحي ومنتوج مؤسسات الدولة وصناعات الثقيلة والصناعات الحرفية اللي شوي بسبب الإهمال أو التكاسل اللي بيغلب على موظفي هذا القطاع وبيقلل من عطاهم بعض المؤسسات المالية أو البنكية بتعرف اضطراب في المداخل بسبب سوء التدبير والتبذير وبرضو رح يعانوا بالمجالات الفنية من الكساد وقلة المبيعات وبتقل الحفلات والسهرات بسبب من الناس أكثر للتحفظ وبيزيد الالتزام الناس وتقيدهم بالتقاليد والأعراف الاجتماعية طبعا رح أعلق على الزاويتين بآخر الزوايا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين المشتري وهاي من 6 أربعة لغاية 17 أربعة دربتها يوم 11 أربعة ساعة 10 و 6 دقائق مسام بتوقيت جرينيج وإنه هاي زاوية بتدفع بحضوضنا بصورة عامة وبتقوي إرادتنا وبتمنحنا الثقة بالنفس والتسامح ومميل لحسن التصرف هذا الاتصال بتجلب لنا الحظ والنجاح فيه إمكاني أنه يكون لنا دور اجتماعي مهم بهاي الفترة ممكن أن نحقق نجاح في حياتنا المهنية المادية وبرضو بتربطنا علاقات مهمة ونافعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الزهرة وبين نبتون وهاي وإن تأثيراتها من يوم 6 أربعة لغاية يوم 9 أربعة ذروتها يوم 7 أربعة كانت بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لإلنا وبتجلب لنا سعادة عاطفية وفنية كبيرة وبرضو بتسمح لنا بتحقيق مشاريع مهمة بتدل على تحسن أوضاع العاملين بالصيد البحري والصناعات الطبية والصيدلة وأمور اللي إلها علاقة بالسوائل زي تكرير النفط أو أي أمور إلها علاقة بالسوائل وبرضو بالميدان الفني خصوصا الفن السابع وبتعرف الموسيقى خصوصا الروحية والإنتاج الفني اللي ممكن يعني تعاني أو تعنى بالعقائد والأديان والروحانيات والعلوم النفسية نجاح أكبر في هاي الفترة أو تم الإعلان عنها في هذه الفترة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين المريخ وطبعا هاي ذروتها اليوم هي بلشت تأثيراتها من يوم ستة أربعة مستمرة لغاية يوم 11 أربعة ولكن اليوم ذروتها ساعة ستة وثمانية وعشرين دقيقة صباحا بسود شعور عام بالوئام فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات مع أحبانا وبتدل على اهتمام وسائل الإعلام والصحف والجرائد بسياسة البلد العسكرية وتطور مستوى الجيش وتحسين أوضاع العسكر ورجال الأمن وممكن تشهد هاي الفترة تزايد في تنقلات الجيش من مكان لآخر في نفس البلاد وبرضو بتركز الصحافة على قطاع الصناعة وتحسين أوضاع العمال والقطاع الصحي في البلاد وكذلك الاهتمام أكثر بميادين الرياضة وتنظيم الألعاب والمباريات والمواسم الرياضية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين أورانوس وهاي طبعا أروضها الساعة وحدة وخمس وخمسين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها طيلة اليوم من الصباح للمساء هاي الزاوية بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك وتجعلنا سريعي التأثر والعنادة غريبي الأطوار ممكن تتعرضنا يصير في نوع من أنواع التغييرات المفاجئة في الرأي أو في العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة وهذا الشيء ممكن يعرضنا للفراق وبتدل على استياء في الرأي العام من تضييق الحريات خصوصا حرية المرأة وبرضو بتدل على وقوع حوادث مفاجئة داخل الجماهير والتجمعات والتكاللات البشرية طيب ايش اللي أنا بدي أختصره من كل هالكلام اليوم في مفاجئات طبعا الزوايا على مدة إقامتها يعني تأثيراتها رح تظل هاي الأحداث كل يوم موجودة يعني هاي قابلة لأنها كل يوم تصير وخصوصا الزوايا البطيئة اللي قلنا تأثيراتها من تاريخ كذا لتاريخ كذا فعشان هيك يرجى ضبط الأعصاب وخصوصا عند الأشخاص اللي علاقاتهم العاطفية ضعيفة أو متزعزعة أو ببدايتها أو فيها مشاحنات أو مش مستقرة لأنه هاي الفترة ممكن تنهي العلاقات بشكل مرهب يعني بدون رجع يعني خلص انتهى الموضوع الأشخاص اللي علاقتهم ممتازة هدولة بإمكانهم يوطدوا العلاقة ما بينهم وبين بعض بشكل أكثر وأكبر من السابق يعني بصير تمتين للعلاقات في تفاهم بالعلاقات أكثر من الفترة السابقة ممكن يستغلوا هاي الفترة بشكل جيد اليوم القمر وأورانوس بما أنهم رح يعملوا زاوية التقابل وهاي بتعمل نوع من أنواع الأشياء المفاجئة ردات الفعل السلبية فعشان هيك اليوم ابعدوا عن المفاجئات ما تفاجئوا الطرف الآخر اعذروا أنه اليوم أساسا في زاوية وهاي الزاوية شوي بتعمل تقلب بالمزاج فممكن أنت تكون يعني حاسس أنه الجو مناسب لهذا الإشي ولكن تتفاجئ بأنه ردة الفعل رح تكون عكس اللي أنت متوقعه فعشان هيك أي شيء ممكن أنه يشكل استفزاز للطرف الآخر حاول أنك تبعد عنه عشان تخرج أنت من طور المشاحنات أو طور ردات الفعل اللي بتكون مش محسوبة جاري بمعنى آخر ولكن مش على حساب كرامتك يعني بمعنى آخر يعني بجاري وبمشي وهذا تكبير أنا هيك بعقلي أنا بدي أعمل هيك بتربيتي بأخلاقي بسلوكي أنا بدي جاري ولكن إذا كان الأمر في نوع من أنواع الزيادة عن اللزوم أنا ما بشجع على أنه الإنسان يهين نفسه أو يهين كرامته أو هذا لأجل أنه يرضي الطرف الآخر ممكن تحطله حد بالسكوت بالصمت بالأمور اللي زي هيك أو يعني بالجواب المختصر بدون ما تكون مشاكل كبيرة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اليوم الأكثر حساسية عنا الأعضاء التناسلية والمستقيم الشرج الإحليل الغداد التناسلية المبايض البرستاتة عظم العانة والجينات عشان هيك ما زال القمر في مراحل الاكتمال هو صحيح بالتناقص ولكنه ما زال في مراحل البدر لليوم عشان هيك منقول أنه ما زالت الأجواء بحاجة لكمية من السوائل حاولوا قدر الإمكان تشربوا ماء في هاي الفترة عشان ما يصير عندكم أي مشاكل إلها علاقة بالالتهابات إلها علاقة بالمسالك البولية شرب الماء ضروري بهذا اليوم طبعا بلشت بما أنه بمراحل الانحسار فما فيما أي مشاكل للعمليات الجراحية ولكن يعني إذا كان في مجال لتأجيلها بيكون أفضل يعني ابتداء من يوم الأحد أو يوم الاثنين بيكون أفضل الوضع ولكن للإضطرارية ما في أي مشكلة ولكن ينتبه اللي بأخذه مميع الدم أما بالنسبة لعمليات التجميل مثل الحقن ما في أي مشكلة اليوم ولكن يفضل بكرة كمان ما في أي مشاكل يعني عادي جدا تنعمل ولكن هي بكرة بيكون أفضل لأنه أنا لما بيكون القمر بالعقرب ما بعطيني الحافز للأمور القوية أو الأمور المهمة أو الأمور المصيرية بفضل أنه يعني هي يصلح فيها ولكن يفضل في غيرها أفضل ولكن للجراحة تجميلية لما بنصح فيها نهائيا بالنسبة لإزالة الشعر طبعا يصلح لإزالة الشعر الزائد ما في أي مشكلة يصلح لقص الشعر التجميلي يصلح أيضا للصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العقرب معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد تسعة أربعة بيبدأ خلو المسار ساعة تسعة وتسعة دقائق صباحا بتوقيت جرينتش ورح يستمر حتى تمام الساعة تناش ستة وخمسين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره ثمنتاشر يوم في تمام الساعة ستة وتسعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بصير تسعتاشر يوم نسبة الإضاءة تنين وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة سعيدة بنسبة ستين في المية القمر في العقرب حتى يوم تسعة أربعة سعيدة الآن بنسبة خمستعاش في المية بعد منتصف الليلة هاي اللي هي الجمعة على السبت بصير منتحس بنسبة عشرة في المية في ساعات صباح اليوم السبت بصير منتحس بنسبة أربعين في المية وبظل منتحس بهاي النسبة لغاية ساعات العصر يعني قبل المغرب غرب الشمس بقليل بتنزل نسبة النحوس لها عشرة في المية عطارت في الثور حتى يوم واحد وعشرين أربعة والآن سعيد بنسبة خمس واربعين في المية ولكن في ساعات الظهر بتنزل نسبة السعادة العاشرة في المية الزهرة في الثور حتى يوم احد عشر أربعة سعيد بنسبة خمس وعشرين في المية المريخ في السرطان حتى يوم واحد وعشرين خمس سعيد بنسبة خمس واربعين في المية المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الحود حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% و أورانوس في الثاور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحود حتى يوم 30-6 سعيد بنسبة 15% و بلوتوف الدلو حتى يوم 30-4 سعيد بنسبة 15% ما رح أذكركم أنا حردان حردان أو زعلان أو مش عارف إيش آه ما في زوايا صحيح يعني لا لا بد ناشتها عم تنقطع العلاقة ما بينه وبينكو خلينا نوطدها عم اللي بدي يحط يحط عادي مسامح كل يوم زي ما بدكوا أعملوا وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم القمر في البيت الثامن معناته اليوم بيفتح لكم فرص لمكسب مالي مصدر شراكة أو تعويض أو الاهتمام بأمور إلها علاقة ببنك أو ضريبة تأمين ميراث مطالبة بالحقوق صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن يصير فيه بعض الاهتمام العائلي أو اللي إلها علاقة بالبيت تحديدا حاول أنك تعالج الأمور بموضوعية وتجرد وكون حريص على تلطيف الأجواء حاول أنك تستشير وتتأكد من المعطيات قبل توقيع على عقد أو على مشروع الأجواء جيدة ودعملة إلك حتى على المستوى أنه ممكن يصير فيه خبر مفرح إلك على مستوى العائلة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم يعني القمر موجود مقابلكم تماما هذا الشيء بعطيكو إيجابية على تعزيز العلاقات ولكن بعمل نوع من أنواع المشاحنات عشان هيك ممكن نبرد صوتك ترتفع أو تعصب أو تفقد السيطرة على نفسك حاول أنك تحافظ على هدوء أعصابك ونبرد صوتك ما تعرض لقاءاتك للفشل حتى إن كان عاطفية أو على مستوى عملك ممكن هذا اليوم يسبب لك نوع من أنواع الاكتئاب الحزن تشعر بالظلم القهر تي أس بدك تكون صبور وتحاول أنك تتمالك نفسك لا يمشي هذا اليوم على خير بكرة راح تتغير الأجواء بس هو الضغط اليوم لغاية اليوم ولغاية نصف يوم الأحد وبعدين الأجواء بتصير الإصالحك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعاً القمر الآن في البيت السادس فعشان هيك بتكون تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم حاولوا أنه تتمموا أعمالكم ما تتهاونوا ما تتغيبوا عن العمل نظموا جد والغذاءكم خذوا قسط كافي من الراحة من وقت لآخر لا تسمحوا لأي شخص بأنه يشكك بقدراتكم ناقشوا استفسروا عن التفاصيل استشيروا الخبراء وما تتشبتوا برأيكم واستمعوا لأراء الآخرين بهدوء وروية وما تتسرعوا في اتخاذ القرارات ممكن اليوم يكون لك انشغال بملف أو بمعاملة أو حتى بأمور صحية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بتجتازه يوم إيجابي بيبعث على البهج والإنشراح اليوم القمر في البيت الخامس هذا الشيء اللي بخليه بعطيكو طاقة إيجابية عالية على مستوى تعزيز العلاقات العاطفية وتقارب من الأبناء والفرح والمناسبات والتقارب وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا ممكن تنجح في مفاوضات أو مصالحة أو تقارب أو تحقق أعمالك تقدم واضح حاول أنك تخصص وقت من وقتك لعائلتك أنت اليوم مشحون بالحيوية والحماسة لمتابعة جميع المسائل والتواصل مع المحيط ولكن لا تنسى الزوايا اللي ذكرناها في البداية اللي ممكن تسوي لك ردات فعل أو كلمات تأخذ بمحمل مغاير تماما تسبب لك مشاكل عاطفية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم تركيز كله العلاقة بالبيت والعائلة فتنهمكوا في إدخال تعديل على مسكنكم أو الاهتمام بالمسائل العائلية أو التقارب العائلة منكم أشخاص ممكن يغيروا سكنهم أو يميلوا للتقارب لأفراد العائلة أو مديد العون لإلهم ممكن تدخل في فترة فيها شوي بعض المواجهات أو سوء التفاهم مع الحبيب أو مع أحد أفراد العائلة الفترة فيها بعض التوتر فممكن تضطر للاهتمام بأحد أفراد العائلة أو بعطل منزل أو بموضوع مفاجئ إلى علاقة بالصحة ولكن برضو في حدث معين ملفت للانتباه ممكن يكون فرحة أو مناسبة إلا برضو حاول أنك ما تهمل صحتك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم بتنشطوا بالحركة بالتنقلات بالاتصالات بالسفريات النشاط عالي جدا موجود عندكم ويعتبر هذا اليوم مناسب للخروج بنزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع الإخوة مع الجيران وتعتبر هاي فترة أيضا مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالحكمة والموضوعية والهدوء وعدم فرض الرأي وعدم الانتقاد والكلام اللاذع هذول بدك تبعد عنهم تماما لأنه رح يسبب لك مشاكل خلال هذا اليوم عشان هيك بدعوك للتكلم والتعبير عن عواطفك وتوضيح أفكارك ولكن بهدوء منكم أشخاص ممكن اليوم يطلق حملة ترويجية أو يسمع خبر سار أو يهتم بأمور إلها علاقة بالتكنولوجيا أو إلها علاقة بالسيارات برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة بالضل المتاحة للحصول على مال المال هذا عادة في هاي الأوضاع بيكون يعني من عمل إضافي مستردات هبات دعم هدية أشياء من هذا القبيل أو ممكن أنت يعني إلك أموال تستردها اليوم هاي فترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات أهم شي إنك تتفاقل بالخير وإنطلق وإسعى للوفاق والعلول الوسط لطف الأجواء حسن العلاقات اليوم بيعطيك يعني انشغلات على الصعيد المالي بشكل كبير فلازم تستغلوه برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم أنتوا بتنشطوا أكثر من الأيام الماضية لأن القمر صار موجود عندكم عندكم حيوية بينجذب لكم أفراد الجنس الآخر بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة من شأنها أنها تدعم من مركزكم الاجتماعي بتدور الأحداث بسرعة كبيرة مع وجود القمر في برجكم بتستعيد كامل حيويتك ممكن تتلقى جواب بتنتظره أو تفرح لخبر أو لإنجاز معاملة بتنطلق بمهمة طال انتظارها فيه إشي جديد اليوم رح يدخل حياتك أو خبر معين بتنتظره اليوم بوصلك أو بيجيك تلميحات لإتمامه إن شاء الله يعني تعتبر بداية مرحلة جديدة لصالحك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم زي ما حكينا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فعشان هيك اليوم بصورة عامة يوم غير مريح صحيا نفسيا رغم عدم وجود أي مخاطر إنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري اخلدوا للراحة حذروا من بعض المحتالين ومن بعض خيبات الأمل الحضوة قليلة فما تجازفوا بانتظارك تأخير أو فوضى ومن المستحسن عدم الارتباط بموعيد مهمة حاول قدر الإمكان إنك ما تخلي الملل يسيطر عليك حاول تغير جو بمكان هادئ أو من أشخاص يعطوك طاقة إيجابية حاول إنك ما تتخذ أي قرارات حاسمة وتضبط أعصابك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم وبوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق اللي حاول إنك ما تعمل وحيد بل شارك وساعد وتعاون مع الغير عشان تقدر تحقق النجاح المطلوب بتفرحوا بوجود أحد الأصحاب وممكن ترفعوا عن نفسكم في لقاء ودي غير منتظر وبرضو اليوم في بعض الفرص الممتازة جدا لا يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد من لقاء بعض الأصدقاء يعني بمعنى آخر اليوم ممتاز جدا على المستوى الاجتماعي فممكن تحقق كثير من المكاسب من علاقاتك الاجتماعية بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم وبينجحوا بيثبات جدارتهم ونقل رضى المسؤولين ومنكم أشخاص ممكن يهتموا بصحتهم أو بصحة أحد الوالدين أهم إشي أنكم ما تنجروا وراء التسرع والإنفعال وحاولوا تكونوا هادئين أنه هذا بيت السمعة فما في داعي لا للمجازفات ولا للمغامرات ولا القرارات المرتجلة وبرضو في نفس اللحظة ضبط الأعصاب مطلوب لأنه اليوم ممكن تبدو غاضب أو عدائي فعشان هيك بدك تحاذر الخلافات قدر الإمكان برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بيصلكم خبر صار من بعيد وبتشعروا بقوة العاطفة مع أحباكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لإجراء مقابلة جيد للعلاقات اللي إلاها علاقة بأشخاص خارج البلاد أو الاتصالات البعيدة أو الأوراق والمعاملات القانونية والعاطفة ممتازة جدا أيضا والحظوظة بتدعمكم في بعض موليد برج الحوت ممكن يسافروا في رحلة أو يفرحوا لانفراج أو تسوية مهمة ممكن تهتموا بهواي جديدة مثلا أو تكونوا حيويين أكثر تتحمس لهم متابعة أي أمر اليوم عندكم القدرة على التواصل مع المحيط بشكل قوي زي ما حكيت ما بدي أقول لكم أو أضغط عليكم يعني اليوم ما أنت عارفين الأجواء هيك الكل معصب يعني وهذا صلوا على رسول الله هذا بكفي اللهم صلي على محمد وآل محمد هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر